السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درس جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن استخدام ذي ات بعض الأشخاص يجد صعوبة في استخدامها أو ينسى بعض الأفكار عند استخدام ذي وات نتكلم في هذا الفيديو عن استخدامها وكيف يميز بينهما من خلال شرح مفصل لهما طبعا نعرف الضمار بحالة الفاعل عندنا سبع ضمار تكلمت الدرس ماضي الحبي يرجع عليه من أين أبدأ في اللغة الإنجليزية يجب معرفة كلمات كثيرة ذكرت في ذاك الفيديو أيضا من المهم جدا معرفة الضمار بحالة الفاعل بحالة المفعول به بحالة الملكية إذن يجب معرفتهم لأنهم يساعدون كثيرا في تحدث والكتاب باللغة الإنجليزية لدينا كما قلنا سبع ضمار I, he, she, it, we, you, they دائما نحاول أحفظهم بهذا الشكل بهذا الترتيب طبعا كما نعلم الحبي يرجع لهم ووجينا على القناة I, I, he, he, she, he, it لاحظ هو وهي لغير العاقل شخص يقول يا أستاذ ماذا يعني لغير العاقل يعني من عد الإنسان إذا كان إنسان هي يعني ذكر مثلا علي هي she, Mary, she معادي ذلك نستخدم it مذكر مؤنث للبشر هي شي معا غير البشر نستخدم it وي نحن يو لها خمسة رجمات أنت أنتم أنتما أنتن وهكذا الحبي يرجع اليوم بتفصيل بس فقط نذكر بيهم عندنا ذي هم هما هن هم إذا كان جمع مذكر للرجال هما إذا كان اثنين مذكر أو مؤنث وعندنا هن إذا كان جمع مؤنث عندنا طبعا نعلم أنه I الجمع منها we أنا متكلم we متكلمون he, she, it الجمع منها they وعندنا U هي نفسها مفرد وجمع لكن حديثة في هذا الفيديو عن they و it مثلا نقول إحنا they are in their own they are in their own إذن هم في الغرفة نريد أن أقول it is in the room إنها في الغرفة أقصد بيها مثلا شيء غير عاقل غير الإنسان إذن it is in the room إنها في الغرفة لدينا هذا الجملة Khaled and Mary are happy خالد وماري سعدان نريد أن نستبدل خالد وماري بضمير نستخدم they they are happy إنهم سعدان the cat and the dog are nice يأتي شخص يقول it are nice وهذا خطأ لماذا كثيرا 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 أسمع أشخاص يظنون they فقط للإنسان تستخدم لا they تستخدم لكل شيء بحالة الجمع بحالة الغائب لأنه عندنا كما قلنا هي شيء it بيكون الجمع منها they يعني it الجمع منها they يعني it بالمفرد وthey بالجمع يقول it are nice أقول له لماذا يقول cat غير عاقل نستخدم it طب لكن لدينا جمع هنا لاحظ the cat and the dog إذا القطوة الكلب إذن هذا جمع بالتالي أستخدم they they are nice إذن they تستخدم للإنسان وغير الإنسان بحالة الجمع إذن دائما هي شيء الجمع منها they لدينا هذه الجملة the box are on the table إذن الكتب على الطاولة يريد أن استخدم ضمير يستخدم it يقول الكتب غير عاقل نستخدم it لكن هنا لدينا جمع they كمان قلنا نعيد مرارا وتكرارا مع الإنسان وغير الإنسان يعني العاقل وغير العاقل يعني عنده عاقل والما عنده عاقل دائما بتجمع نستخدم they لدينا هذه الضمار i he she at we you they لا نصلا نقول i he she at we you يجب نستخدم they the books الكتب نستخدم أو نستبدلها به they ضمير تصبح they are on the table إنها على الطاولة إنها يعني الكتب ممكن شخص تأتي هذه الجملة إنها على الطاولة تحتمل احتماليا إنها يكون شيء واحد نقول it is on the table إذا كان بحال جملتنا هذه يقصد بها الكتب يعني they are on the table أيضا إنها على الطاولة على حسب المقصد إذا كان مفرد استخدم it وإذا كان جماعة استخدم they the trees are green إذن الأسجار خضراء نريد نستبدل بضمير كما نعلم tree شجراء مفرد إذا نستخدم it إذا كان عدنا بحالة الجمع trees أشجار نستخدم they the trees are green الأسجار خضراء نريد أن نقول إنها خضراء فقط نستبدل trees به they تصبح they are green إنها خضراء ماذا يعني they يعني the trees إذن الأشجار لاحظ هذه الثلاث جمل the boys are tired because it they يجب أن نستخدم إحدهما we're swimming لاحظ الأولاد يكونوا متعبين because it were swimming they were swimming لاحظ the boys الأولاد بحالة الجمع وعاقل إذن نستخدم they لا نستطيع أن نقول it they were swimming أيضا لدينا where بحالة الجمع إذن نستخدم they لأن it بحالة المفرد in the sea الأولاد متعبون لأنهم كانوا يسبحون في البحر the boys إذن نستخدم they today I saw three camels it they were very tall اليوم شاهدتوا ثلاث جمال لاحظ three camels ثلاث جمال أيضا بحالة الجمع إذن استخدم they they were very tall كانوا طوال جدا يعني طويلين إذن استخدم camels غير عاقل لا أستخدم it إذن استخدم they بحالة الجمع كما قلنا they الجمع منهي she it ممكن شخص يقول أستاذ سهلة هذه لكن كثير يخطأ فيها أثناء الكتابة أو أثناء الحديث لذلك حبيت أنه تنتبع هذه الملاحظة المهمة the mouse is very small it they has small ears لاحظ the mouse إذن فأر واحد إذن استخدم it it has small ears لديه أذن صغيرة إذن the mouse it وأيضا عدنا هذه بحالة المفرد نستخدم معها it لو كان عدنا have نستخدم they لاحظ هذين الجملتين there are many kinds of snakes and it they are found in many different places كما قلنا there are يوجد many kinds أنواع عديدة of snakes من الأفاعي and are found in many different places وتوجد في أماكن عدة مختلفة لاحظ many عديد different مختلف places أمكن are found توجد إذن نسميه مضارع مبني للمجهول نريد نستخدم it they snakes إذن بحالة الجمع بهذا الحال نستخدم they لنقول it and they are found in many different places إذن كما قلنا نعرف snake غير عاقل نستخدم it لكن مفرد الجمع من it هو they they are found in many different places نستخدم they وأيضا عندنا R بحالة الجمع لكن تركيز they عشان نعرف أنه هي تستخدم مع العاقل وغير العاقل بحالة الجمع my uncle has a camel it they has a big hump on its back يعني لديه عمي جمل لديه سنام كبير على ظهره إذن سنام وزاد الشحمية بيكون على ظهر الجمل سميه hump إذن نحفظ الأكل والشراب للجمل إذن hump نحفظ hump إذن سنام back ظهر لاحظ نريد نستخدم it they عندنا camel واحد نفرد عند إذن نستخدم it it has إذن لا نقول they has إذن it has لماذا كمل واحد لو كان عندنا camels my uncle has two camels عند إذن نستخدم they إذن بهذا الشكل أنا هنا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن they و at قلنا he she at الجمع منها they الكثير يظن أنه they تستخدم فقط مع الإنسان وهذا خطأ they تستخدم بحالة الغائب مع الإنسان وغير الإنسان الجمع من he she at they مثلا the books are heavy إذا الكتب ثقيلة نريد أن نقول أو نستخدم the books ضمير نقول they are heavy إنها ثقيلة they تعود على books إذن الكتب بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم تحدثم فيه عن they and they I 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